الأول من شهر شباط من كل عام ليس يوماً عادياً بالنسبة لكنيسة روسيا الأورتدوكسية إنه اليوم الذي تنصب فيه قداسة الباطريارك ريل على الكرس الباطرياركي خلفاً للباطريارك أليكسي ثاني وفي إطار زيارته لروسيا للمشاركة في احتفالات ذكرى العاشرة لتنصيب قداسة الباطريارك ريل خص غبطة الباطريارك يوحن العاشر مقر الأمطش الأنطاقي في موسكو بزيارة تفقدية خاصة وعلى وقع قرع الأجراس كنيسة الملاك جبرائيل وإنشاد التراتيل استقبل الماتريبوليت نيفون سيقلي غبطة الباطريارك يوحن والوفد المرافق بعد ذلك حتى السلك الدبلوماسي في روسيا رحاله في مقر الأمطش الأنطاقي بحيث حضر أكثر من ثلاثين سفيراً وذلك بدعوة من الماتريبوليت نيفون سيقلي كاميرا المركز الأنطاقي الأورتدوكسي للإعلام واكبت هذا اليوم بالديبلوماسي بامتياز وأجرت باقة من اللقاءات مع كوكبة من السفراء وخرجت بحصيلة من الحوارات لا شك إنها زيارة مهمة وزيارة تاريخية وبمناسبة تاريخية بالعيد العاشر للتعين الباطريارك كيرل نحن كسفراء عرب أيضاً نرحب بزيارة غبطة الباطريارك يوحن العاشر لروسيا لتشكل هذه الزيارة من أهمية لتوثيق العلاقة التاريخية بين المسيحيين في المشرق العربي والمسيحيين في روسيا نحن الآن في الأردن وسوريا ولبنان أيضاً وضعنا المنطقتنا كجزء من الخارطة السياحية لأتباع الكنيسة الأرثوديكسية في روسيا وهناك عديد من المشاريع التي توطد هذه العلاقة وتؤرخ لتاريخ العيش المشترك بين أتباع الديانة الإسلامية والديانة المسيحية وبالذات أتباع الديانة الأرثوديكسية نحن أنا كسفارة قابلت غبطة البطرة كيرل وتم دعوته لزيارة الأردن ولزيارة موقع المقتص موقع عماد سيدنا المسيح هذه الزيارة أيضاً ستشكل حركة مفصلية لتوطيد العلاقة التاريخية بين أتباع الديانتين ولتكريس الأردن وبلاد المشرق العربي كبلاد للمحج المسيحي نحن ننقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البحرين ملك حمد بن عيسى الخليفة إلى الكنيسة طنطاكية وكل الكنايس المشرقية وطبعاً مثل ما ذكرتي البحرين تحتضن عدد كبير من الأخوان في الجاليات والأديان والدين الأرثوديكسي وهناك كنيسة كبيرة في البحرين وجود الآن الكنيسة طنطاكية في موسكو عم بعزز وجودنا نحن كعرب وكمشرقيين في روسيا وبيعزز دورنا السياسي والاقتصادي دور الديني والروحي اللي يقوم به سيادة المطران مهم جداً ونحن دائماً نسعى إليه في جميع أمورنا وهذه الكنيسة في وسط موسكو تعبر عن لقاء للمشرقيين والعرب ولكل السفراء فنشكر سيادة المطران على زيارته والرحب في زيارته لمملكة البحرين نرحب اليوم بصاحب الغبطة البطاك الياجي في زيارته إلى روسيا الاتحادية هذا البلد العظيم والصديق الذي يعتاز ويفتخل لبنان بعلاقاته التاريخية معه زيارة غبطته تمثل محطة مهمة جداً في تطوير وتعزيز العلاقات الصداقة بين البلدين إن كان على المستوى الشعبين الصديقين أو حتى على المستوى السياسي خاصة لما الكنيسة الروسية من دورها تلعبه في روسيا وفي دعم السياسات الروسية التي تؤيد وتسعى دائماً لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والدور الروسي الأساسي بظل قيادة الحكيم لرئيس بوتين الذي يتم لعبه في سوريا الشقيقة تمهيداً للوصول إلى حال سياسي في أقرب فرصة ممكنة وغبطته ليست زيارة الأولى له لقد كان لنا شرف استقباله عدة مرات في روسيا ونأمل أن تتكرر تلك الزيارات لما فيه من خير للبلدين طبعاً نتمنى لصاحب القداسة البطرة الكريل دوام الصحة ودوام التوفيق في مهامه الكبيرة والمهمة جداً لما فيه ليس فقط خير أبناء رعيته ولكن لما فيه خير روسيا الاتحادية والدول الصديقة لروسيا ولبنان وسوريا والدول العربية من ضمن الدول الصديقة لروسيا نتمنى له مزيد التوفيق مزيد الصحة مزيد الإنجازات يعني أنا سعيد اليوم بالتشرف بلقاء صاحب الغبطة بطرياركة أنتاكيا ويعني دي يمكن مش المرة الأولى اللي أتشرف بيها إحنا يعني في مصر طبعاً بنقدر بشدة ولينا علاقات شديدة تتمايز بالبطرياركية وليست فقط العلاقات الكنسية ولكن دائماً سعداء برؤية واستقبال والتشرف بلقاء غبطة البطرياركية يمكن بالنسبة لمصر الموضوع أكثر خصوصية أيضاً يعني مصر بتحتضن كنيساتين بطرياركيتين كبيرتين الأقباط الأورتوذوكس والروم الأورتوذوكس أيضاً مقر البطرياركي فيودوروس الثاني والباباتوادروس وكلا الكنيساتين لهم علاقة قوية وثيقة ونشطة بالكنيسة الروسية وده أحد مكوناتنا سيج العلاقات المصرية الروسية أيضاً مكانة المكانة اللي بيتمتع بيها بطرياركي الإسكندرية مكانة متميزة ومتقدمة حتى في سلم الترتيب الكنسي وإحنا فخورين ومعتزين بتاريخ الكنيسة المصرية سواء الروم الأورتوذوكس أو الباطل الأورتوذوكس طبعاً مكون أصيل وهام جداً وهذه العلاقات مكون أساسي ونشط ونحن صادق بيه في العلاقات المصرية روسية طبعاً هذه الزيارة التي يقوم بها قداسة البطريارك إلى موسكو زيارة مهمة جداً في الوقت الحالي نظراً للعلاقات المتميزة بين الكنيسة البطرياركية والكنيسة الروسية خاصة بعد مضي عشر سنوات على إنشاء الكنيسة أو التنصيب البطريارك كيريل هنا نحن نجد أهمية كبيرة حالياً لرجال الدين الذين يؤكدون على القيم السماوية الحقيقية قيم التسامح والمحبة في وقت ظهر لدينا فكر تكفيري فكر داعشي كان باسم الدين دمر المساجد ودمر الكنائس وخطف المطارنا وخطف رجال الدين لذلك نرى من الضروري جداً أن نرى كهكذا رجال يتصدون لهذا الفكر التكفيري الداعشي لذلك من هنا تأتي أهمية رجال الدين في هذه المرحلة سوريا انتصرت على الإرهاب بفضل الشعب الذي صمت بفضل القائد السيد الرئيس بشار الأسد انتصرت على الإرهاب عسكرياً ولكن الآن تنشأ لدينا مهمة جديدة وهي التصدي للفكر الإرهابي للعقيدة الإرهابية التكفيرية التي يجب أن تقوم بها كافة المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية إلى حد سواء لإظهار حقيقة الدين وحقيقة الفكر، فكر التسامح والإخاء والمحبة والتوافق هناك علاقات جيدة تربط بين الكنيستين وهي قديمة جداً لذلك تطور هذه العلاقات ضروري جداً في هذه المرحلة خاصة لهذه الأوضاع التي يعيشها العالم هذا وكانت كلمة للمترابوليت نيفون سيقلي شكر فيها البطريالك يحنى العاشر لزيارته ومحبته الكبيرة التي تحتضن الجميع تحت صقف الكنيسة أما البطريالك يحنى فرد بكلمة جوابية شاكراً وقائلاً ما أجمل أن يجتمع الأخوة في هذا المكان المقدس الأمطش الأمطقي الذي تميز بفتح أبوابه وزراعيه لكل الناس دون تمييز وتوجه من موسكو إلى المجتمع الدولي بالقول أعطونا السلام ومن حقنا أن نعيش ونريد أن نبقى في ديارنا حيث شاء الرب أن نولد ونعيش ونموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر